أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن إيدانتها الشديدة لقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوك هولم وذلك في تصرف مشين يستفز مشاعر مئة الملايين من المسلمين في كافة أنحاء العالم وحضرت مصر من مخاطر انتشار هذه الأعمال التي تسيء إلى الأديان وتؤجج خطاب الكرهية والعنفة داعية إلى إعلاء قيم التسامح والتعايش السلمية ومنع الإساءة لجميع الأديان ومقدساتها من خلال مثل تلك الممارسات المتطرفة التي تتنافى مع قيم احترام الآخر وحرية المعتقد وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية